في محاسن البرقي بسنده عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو أن عبدا عبد الله ألف عام ما بين الركن والمقام ثم ذبح كما يذبح الكبش مظلوما لبعثه الله مع النفر الذين يقتدي بهم ويهتدي بهداهم هذا هو القانون والقضية منطقية وواضحة لو أن عبدا عبد الله ألف عام ما بين الركن والمقام ثم ذبح كما يذبح الكبش مظلوما لبعثه الله مع النفر الذين يقتدي بهم ويهتدي بهداهم ويسير بسيرتهم لبعثه الله مع النفر الذين يقتدي بهم ويهتدي بهداهم ويسير بسيرتهم إن جنة فجنة إن جنة فجنة وإن نارا فنار وهذا هو القانون وهذه هي القاعدة التي يقبلها المنطق وتقبلها الفطرة ترجمة نانسي قنقر